أنا دائماً أقول على أنه حقيقة لكل الأطفال أنه ما في شيء أسمه نجاح سريع أو نجاح بسرعة أو ممكن تنجح بشكل متسارع لا تفكر على أنك أنت ممكن تنجح بشكل متسارع الفكر الحقيقي أو الأمر الحقيقي هو أنك أنت ممكن تفشل الآن ولا تيأس أنك مرة ثانية تبدأ مرة ثانية حتى لو تبدأ الخطوات مرة ثانية من أول وجديد يعني تبدأ مرة ثانية خطوة جديدة وأهم شيء أنك لا تفكر بأنك أنك تيأس دائماً يقال على أنه يجب علينا أن نحن نتخطى هذا الفشل بنجاحات قادمة بقوة بالعكس يعني دائماً يقال على أنه يرجاع السهم هي بداية لخطوة جديدة الفشل هذا يرجاع لبداية جديدة مرة أخرى لذلك يجب على الأطفال أنه ما يأسوا من أول خطوة أو من أول تجربة الحياة تجارب الحياة مدارس ودائماً نقول على أنه ما في شيء بالمجان الحياة ما فيها شيء بالمجان حتى نحن لما نفكر على أنه حتى التربية ما فيها شيء بالمجان أنه نحن كل حاجة يعني نعلم أبنائنا أنه الكوب هذا إذا كسرت وهذا خطأ هذا ما بالمجان نحن نكسر هذا الكوب يعني الكوب هذا إذا نكسر ما بالمجان هذا بفلوس لذلك يجب علينا أن نفهم على أنه ما في شيء بالمجان ويجب علينا أن المحاولات تأتي بالنجاحات